السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم وصفة سهلة وسريعة التحضير كيف ما طلبتم مني ان شاء الله مرة مرة نقنز لكم هكذا يعني وصفات سريعة التحضير في نفس وقت جيل جيدة هنه كيف كتشوفو هدن وجدو هدليبات قدرت هني الماء طيب من بعد ما طاب انا هنحط في هده سباكيتي هدو ديال يعني بالتقيق الكامل كي يخدو شوية الوقت بالمقارنة مع البط اللي كيكونو يعني انتقيق اللي كيكون مغربل سافي هنا كيف كتشوفو هدن خلي ما كندير تقدروا تضيدو معاو شوية ديال الملح اللي بغيتو انا غالبا كان نغش شوية يعني كان بنن مزيان لصوص والبط متنديرش ليهم الملح ولكلا بتديرو ليهم الملح انتم ما ممكن سافي كيف كتشوفو يعني درجو ديال الحبات ديال البصل اتشحرو من بعد ما تشحرو زدليهم هني هيا حبتين جازر يعني زوج ديال خيزوات اللي تقدروا تعودوهم بفلفلة حلوة علش كنديرهم هادو غي باش كي حليو لينا الصلصة باش الصلصة نتجيش حامضة انا غنستعملو تقريبا كيلو ديال السلصة ديال الطماطم يعني ما طيشة كتديرو كتديرو هاد طيب وكتزولو لها القشرة صافي ولكتتحنوها وكتصفيوها صافي فقط وكتخليوها في تلاجة وكتبقاو تستعملوها هكدا من بعد ما دبلاء دبلدك خيزو غدنزيدو هنا الفطر عندي نسكيلو ديال لبات ونسكيلو ديال الفطر ونسكيلو ديال القمرون القمرون تقدروا تعودوه بالطوني لابغيتو صافي غدنخلي حتى الفطر حتى طيب عاد غنزيد سلسط طماطم هكدا باش إلا زدو دابا الفطر غادي يلوها دكشي باش خاصو حتى كتطلع فيه هاني درجة الحرارة مزيان حتى يطيب وعد كنا نزيدو سلسط طماطم اللي هي طيبة ديجا يعني غي باش كيتماسجوها هانتو ماذا بنا نصف يزد سلسط طماطم مش المقادر كتجي مزجوه يعني المضاق كيجي موحد وغنزيد هنا اياه الفلفلة احمراء اللي كنت شاركت معكم في الفيديو السابق اللي كتكون بحلها مدخنة القدرون استغنوا عليها شي ضروري في هاد الوصفة انا كنزيدها على ود الماضاق لان كتوتها مزيان فيما كيكون الحوت او كتكون شي حاجة محمودة كنزيد هاد الفلفلة حمراء كتزيدوا هاد الماضاق صافي يعني التوابي اللي غدا تكون في هاد السلسطة هي الملحة والفلفلة حارة هندير الفلفلة حارة هاد الفلفلة حلوة هنا غدا بالنسبة للقامرون شو واحدين نقيتهم وشو واحدين غدا نخليهم على حسب منها يعني القشرة كتلق الماضاق وفي نفس الوقت غدا نزين بهم من بعد كل واحد في طبق ديالي وقدر ينقيهم صافي ده بتقريبا السلسطة وجداد يعني غي كان نخلي غيشي شوية تلقو الماضاق باش ما يجوش ناش فيه يتلقو الماضاق صافي وغدا نزيد البات ديالي اللي ده بصافر اني سلقتهم وديتهم تصفاو هكذا باش كي شربو يعني السلسطة ضروري ما كان ده بصافي ناطفيت على البوتة وخاك تبليكم عارفتو الدوكة تبقى شوية يعني كي تبقى شي على وخاك تطفيوها صافي كنخليهم هاهم ده بخلط كل شي كنزيدو شوية ديال زيتون وكنخليوه واحد دقيقة ولا زوج يعني تكي شربو ذو كليبات السلسطة وعدك نقدموهم بصحة والراحة تقدر تزينوها بالبازيليك يعني الحبق انا ما كانش عندي هاد النهار يعني زين تغيب شوية ديال المعدنوس صافي وتقدموها بصحة والراحة وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة